تقييد إجراءات دخول وخروج السلع عبر الموانئ وتخفيض تكلفة تأخير تفريغ الحاويات لا سيما فيما يتعلق بالمبالغ الضخمة التي تخرج بالعملة الصعبة سنويا والتي بلغت 2019 وحدها ما يعادل 9 ملايير و700 مليون دينار مقصود أنها لازم تكون في إطار مقبولة المبالغ فيها مبالغ يومين 13 هذه كلها مقبولة وإنما نصل عام الحاويات هي رأي موجودة هنا والبلاد رأي تدفع بالعملة الصعبة هذا شيء موش مقبولة تدفع الـ 2019 تسع ملايير و700 مليون دينار يعطيونهم مهلة تدفع 30 يوم بش يسجم أموره بش يدير للإجراءات الجمركية وكل الإجراءات القانونية لزهر هاني أرجع سبب التأخير تفريغ الحاويات في الموانئ إلى بطء منظومة النقل البحري للبضائع التي تتطلب حسبه إعادة النظر في السلسلة اللوجستيكية المتحكمة فيها وأكد أنه سيتم فرض إجراءات ردعية على المستوردين الذين تتعبد بقاء حاويتهم في الموانئ أكثر من شهر وتصل للغرامات المالية الموانئ الجزائرية متوخرة هذه ليست شيء معروف بعد 30 يوم ستكون فيها غرامة ومن 30 يوم ربعين يوم غرامة مستوى ومن 41 يوم لخمسين يوم تكون فيها مستوى آخر تزيد تطلع ومن خمسين يوم حتى يرجحها ستكون فيها مستوى آخر هذا ولم يخفي الوزير تدهور وضعية الموانئ الجزائرية التي تتسم بالنقص في الجانب التسيير معلنا في السياق ذاته على جملة من الإجراءات أكثر سرمة لتقليص الفاتورة ترجمة نانسي قنقر